كشفت دراسة تطورا مقلقا في جرائم قتل النساء في النمسا هذا العام حيث قتلت خمس عشرة امرأة على يد رجال ويعزى الانفصال كسبب لذلك ويحمل ثلاثة ارباع الجنات الجنسية النمساوية بينما يأتي خمس عشرة في المئة منهم من اصول مهاجرة وخمسة في المئة من دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي بينما ينتمي حوالي عشرين في المئة منهم الى دول ثالثة حيث تم تحديد سبعمائة وسبعة وستين مشتبها به في تلك الجرائم وتحث الدراسة على زيادة الجهود للحد من العنف وتعزيز حماية النساء في المجتمع التي تحديدنا مساوية من المئة من المئة الانفصال ونوان ونوان ترجمة نانسي قنقر